طب خلينا نقول هل فعلا كان كهربا هيتعرض لعقوبة ولا لا؟ فعلا كان هيتعرض لعقوبة ما بين مباراتين وما بين غرامة مالية كان هيتم توقاعة على محمول كهربا وكان هيتم الإعلان عن هذا القرار غدا في اجتماع لجنة الانضباط اللي كان مكرر له عقده مع التحقيق مع رئيس نادي الزمالك ولكن بعد استقالة لجنة الانضباط اعتقد الأمور وصلت ل... يعني خلاص ما بقاش حد عارف الفترة اللي جاي اللي هيحصل فيها خلاص حتى لجنة الانضباط امican باتحاد الكورة اصدر بين لعودة لجنة الانضباط خلاص بشكل راسبي لجنة الانضباط الحالية اللي كانت برئاسة المستشار محمد عبدالصالح مش هترجع تاني مش هتراجع الاستقالة وده قرار نهائي بالنسبة لها طيب اتحاد الكورة بيفكر ازاي خنقول لجنة الانضباط دي تتم تعينها من خلال الجامعة العمالية لالتحاد الكورة فمن المفترض وفقا للليحة أن يتم اختيار لجلة الانضباط من خلال جماعة عمومية هناك تفكير كده داخل اتحاد الكوري أنهم عينوا لجنة وبعدين يعرضوها في أقرب جماعة عمومية ده لسه ده ده مطروح وبكرة هينقشوا في الاجتماع المجلس حاجة كتير جدا منها لجلة الانضباط